البرج الذي شيد لرصد تحركات السكان إبان الفترة الاستعمارية يشهد اليوم على معاناة سكان حشدوا بأحد أحياء بلدية حمام الوان بولاية البوليدة هكذا وقف قاطن هذا المحتشد يعاينون أضرار الحياة لأزيد من خمسين سنة أنا نطالب بالسلطة المحلية الولائية المنتخلة هنا في قارب العاجل حيطان البيوت التي عضها الدهر تاركا وراءه ندوبا وأسقفا لم تتحمل مرارة المعاناة فعلى غرار جرا في التربة أمراض فتكت بأطفال حي البرج الذي طالب سكانه بنقل انشغالاتهم إلى السلطات المحلية علها تعجل فك غبن دام أكثر من خمسة عقود الشروق نيوز نقالت انشغالات السكان إلى رئيس بلدية حمام الوان الذي أكد عدم وجود برامج سكانية على مستوى هذه الجماعة المحلية في الوقت الراهن نحن حي البرج هنا كنا نظرناها عدة مرات بعض الأحيان نظرناهم حتى على وحدة عصمة يعني كتبون نشتاء ولا يكون كاش حاجة ولا نظرهم يعني أو أي وقت يعني ما رحناش ليهم قال في النهار قال أي وقت يحتاجونها وقلنا معهم وكنا يعني حصيناهم صورنا يعني دلنا صور عليهم ودلنا واشموه وقلنا بلي هذا المحتشى التقديم يعني منذ سبعة وخمسين ونساة ونساكنين ثم يعني هم ما استفادوش أغلبيتهم ما استفادوش وكنا احنا بلغنا الانشغال تحهم بلغنا يعني للصورات المحلية حتى سير الولي يعني كنا اهضرنا معا على الحي هذا وكانوا عدنا باهجي له لظروف مالله غالب يعني ما الوقت يعني لما عنه وش ما سيجي يعني يجي وعدنا باهجي ويشوف الناس هذا ويرفد لغا من التحهم بين وعود السلطات والواقع المزر الذي يعيشه سكان حي البرج يبقى الامل قائما في ترحيلهم الى سكنات لائقة تحفظ كرمتهم وتضع حدا لمعاناتهم الطويلة